موسيقى العزاء المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الوراق حلقة الوراق اليوم هي لتفحص ودراسة وتنقيب وبحث داخل مشروع كبير وأيضا هذا المشروع مع كبر إنتاجه يمكن عده مشروع طريف أي أنه يشتغل على قضية يمكن أن نزعم أنه الوحيد الذي يشتغل عليها وهي قضية التوثيق للتراث الطبي في السودان هذا التوثيق يعني أنه بحث أكثر في السيسيولوجيا بحث أكثر في الأنثربولوجيا بخلاف أنه بحث حربي يعني بحث في الطب هناك مشروع كبير أنجزوا البروفيسور أحمد الصافي في أكثر مؤلف لعل أهم مؤلف فيه هو مؤلف الحكيم هذا الكتاب العنوان الحكيم من أجل الطباء أعمق فهما لمهنتهم ولثقافات مجتمعاتهم وأكثر وعيا ببيئتهم وأحوال أهلهم وكتاب آخر أيضا بعنوان طريف كلمني بلغة أفهمة وكتاب ثالث الطبيب القدوة البروفيسور أحمد الصافي مهتم من فترة باكرة جدا بعلوم الاجتماع والأنثربولوجيا هو تخرج في جمع الخرطوم في العام سبعين واحد وسبعين ومن المؤلفات اللي ذكرناها الآن يمكن أن نشير بأنه يحمل ضرية بكريوز في الطيب والجراحة جمع الخرطوم ستواح سبعين ودبلهم التخدير في لندن سنة ستة وسبعين وكذلك زمالة كلية التخدير بكلية الجراحيين الملكية بإنجلترا سبعة وسبعين وزمالة كلية التخدير الملكية أيضا في العام اتنين وتسعين سنعرف طبعا بالتفصيل اللي سيرته الزاتية لكن لابد أن نشير إلى مؤلفاته نشر البروفيسور أول كتاب له في العام الف وتسعمين وسبعين وهو بعنوان نيتف ميديسين ان سودان وأيضا نشر في العام واحد وثمانين كتابة تيان الماحي مقالات مختارة وهذا باللغة العربية ونشر كتابة تيان الماحي أيضا باللغة الإنجليزية في العام أربعة وتمانين وعدد من الكتب هذه سياحة كبيرة في مشروع البروفيسور أحمد الصافي بروف مرحبا بك في الوراق مرحب شكرا جزيلا أهلا بك احنا مشترفين جدا بحضورك معنا شكرا لكم أنا لما أقرأ من مقدمة بروفيسور عبدالله على الإبراهيم لكتاب الحكيم يقول بروفيسور عبدالله على الإبراهيم دعوة الصافي من وراء كتابه المنهجي هي التأهيل الاجتماعي والثقافي للطبيب الحداسي المدرب في التقليد العلاجي السائد أي الطب البيولوجي ليعلم أن للمرض عواملا غير عوامل الطبيعة والجراثيم وتبعا لذلك صار من الضروري أن يدرس العلوم الإنسانية والاجتماعية ليحسن الوعي بالمريض ككائن اجتماعي غاية كتاب الصافي هي تحويل الطبيب إلى حكيم أي إلى فيلسوف يخرج من ضيق الحرفة إلى رحاب المهنة السقافة فمتى حل تلك الرحاب امتلك عينان المرض لا كحالة تشخيصية في مريض آخر بل كحالة هو نفسه مفردة فيها كتجربة شخصية كشريك في الثقافة ووقتها تتفتح له أبواب الشفاء الناجعة يعني من المقدمة ديا بروف ومن عنوان الحكيم هذا اشتغال مش على الحرفة هذا اشتغال على هوية الحرفة نفسها نعم من هو الحكيم الحكيم لما نبدأ نشوف الطبيب بيتخري كيف بيتخري كبصير بصير ممتلك وده المفروض والمبتغى والمرغوب في السودان واخرية السودان إنه يكون ملم بكل فنون الطب وماهر ويعني مالك لأدواته كلها وده مفروغ منه لكن لن يكون طبيبا إلا إذا ينفتح على مريض المرضى وإلا إذا كان نظر وإلا إذا نظر للمريض كحالة ثقافية كحالة هو نفسه مفردة فيها في ثقافة ما ينظر له كحالة مرضية إنما مفردة ثقافية وبالتالي الحكيم عبارة عن الطبيب المنفتح على المجتمع بتاعه الواعي للمجتمعه وزي ما في الصبتالة هنا وفي العلمان الثاني هو الطبيب المثقف الطبيب العارف بأحوال أهله وبثقافاتهم وبمجتمعه وده هل بنفتكر إنه الطبيب طبعا الكلام عن الطبيب وعن الحكمة يتكلمون فيها الأطباء الأقدمين بكثرة لكن ده ما البهمنا البهمنا الآن هو طبيبنا الموجود عندنا ده عايزين يكون بمشارك حقيقي في التجربة الصحية في المجتمع وبالتالي يعني عنده خصال الكتاب التاني اللي هو الطبيب القدوة الطبيب القدوة السبتايتل بتاعه أو العلمان الثاني في وصف خصال الحكيم من هو نعم في وصف خصال الحكيم وفي كمية من الخصال كلها لا تموت إطلاقا ولا علاقة لها بمهارة التغنية التغنية دي من مما هو ما هو مطلوب منه بضرورة لكن يظل زيه زي النجار زيه زي السبات أي مهنة ثانية لكن هنا عشان يبقى طبيب لازم يكون ممتلك لبعض الأشياء الأخرى اللي هي تكلمناها في ذلك كلمني بلغة أفهمها نعم كأن اللغة التي تعاطى بها الطبيب مع مجتمعه مهار مفهومة نعم أول بالضبط غير مفهومة في الحقيقة مش غير مفهومة إنما المجتمع عنده 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 اللغة حاجته اللي هو الثبطة أيضا بتاع الكتاب ده قاموس العالمية في السودان وده ما مكتوب لناحية ثقافية إنما لناحية علمية بحتها طيب أنا عاد أدخل على المشروع ده بالتفصيل لكن بهمني تماما أنه أنا ذكرت شدراك من سيرتك الذاتية نعم مشروع بروفيسور أحمد الصافي في هذه المؤلفات لا ينفصل عن انشغال الرئيس حينما حينما كنت طالبا في سنة سبعين نعم كتبت كتاب عن الطب التقليدي مش كده بالسودان نعم برضو كده خلينا نمشي بمراحل تكوينك يا برر التكوين في حقيقة تكوين أغلب السودانيين عموما يعني ما فيه حاجة كده اكسايتينج أو حاجة يعني مذهلة أو مبهرة الزمن دا الطباء الطلاب كلهم كانوا لما يطلقوا الجامعة متميزين لأنهم في المنافسة قوية جدا جدا وبالتالي تنافس على كل شيء واحدة من المنافسات اللي حصلت إنه في سنة ستة وستين أعلنت وحدة بحث السودان الآن ما حدد الدراسات الأفريقية والأسيوية الأفريويشن الأفريويشن الآن عملوا نشروا مسابقة للطلاب عشان يعني يلهوهم بها أو يستفيدوا من خبراتهم فيها أو من مقدراتهم فيها أو يدخلون معاهم في العمل البحسي في الإجازة الصيفية وكانت من هذه المشاريع واحد عن الطب الشعبي طمام فاليوم الثاني ركبت عجلتي وأنا ماشي ولسه إلى الآن بالنسبة ما وسط كله إذا الطب إلى الآن من سنة أولى سنة أولى ماش على سنة تانية سنة أولى زماني كانت أجنرى اللي هي المعروفة مشيت لبروفسور يوسف صدول كان الزمن داك دكتور يوسف فضل قلت له يا دكتور أنا فلان فلاني داري أشتغل في الشغول ده داري ليه مراجع قال ليه أول حاجة الموضوع ده نحن ما كتبناه ما خطيناه نحن خطاه خطاه بروفسورة تجاني الماحي دكتورة تجاني الماحي بالوقت ذاك متليهه والتياني الماحي بيته في بحري أول ما تنزل ما يكبرى منه ركبت عجلتي مشاهدة تجاني الماحي وانت ما بتعرفه ما بعرفه إطلاقاً ولا عندي علاقة بالطب ولا عندي علاقة بأي شي غير أنه طالب فتحه له مجال بتاع المنافسه مشاهدة تجاني الماحي استغبالني استغبال جاي مستاذ جداً جداً وطلحت من بيته عندي أربع كتب من أمهات الكتب ما زالت موجودة فيه هناك أولا تشحيز الأسهام بالسيرة بلاد العرب والسودان للتونسي للعمر التونسي وجغرافية وتاريخ السودان لنعم شغير ثلاثة كتاب عن أيوة وكتاب الطبقات لبراهيم صديق الكتب دي كل ما عنده علاقة بالطيب أبداً إطلاقاً لكن ما حدا هي ليه على سنة دي المراجع بتاعتي شلتين في العجلة بتاعتي ومشيت وبدأت وبدأت من هناك المرأة المسيرة لكن لحسن الحظ فاز البحث بالجائزة الأولى وكانت خمسين جنيه قدو خمسين جنيه خمسين جنيه كثيرة طبعاً خمسين حتى يكون خمسين مليون تلاتي حاجة من هنا قدوني خمسين جنيه لكن بدأت من ذلك الوقت المسيرة أنا قبل ثلاثة أربعة ثلاثة شهور احتفلت بمرور خمسين سنة على على ذلك الكتاب خمسين عام الكتاب باللغة الإنجليزية وطبعته كلية الأداب جامعة الحرطوم اسمه Native Medicine in Sudan Sources, Concepts and Methods المفهوم والطرق والأساليب نعم وبدأت من الوقت داك المسيرة بتاعته ما بدأت ما سكتت عن الشغل بدأت أجمع طوالي لكن مارجا آسف خلينا قاطعك شنو بيخلي طالب في سنك في الوقت داك ينتخي بموضوع ممكن يكون ممحل شغلي كبير يعني انت شنو شنو دواعي شقاوة شقاوة لا لا ما شقاوة يعني ما عندي أي تفسير شقاوة ساكت يعني أو أنا لقى نقول زول كده مسخل ما شقاوة لأنه انت عرضت في الكتاب إلى تجربتك الشخصية وانت الطفل مع العلاجة التقليدي فبالتالي يبدو الموضوع عنده علاقة عنده علاقة لكن ما في الطفل في السودان ما عنده نفس التجربة نفس التجربة لكن انت الوحيد يعني لا يعني ما في طفل في السودان الآن بل زاد في زمنه وفي أقريب ما ما لما مرض بخروه مثلا عشان يطردوا العين وما عملوا ليه بخورة يمان وما دوه حجاب يلبسوا للنائي وما وده للفقير يعمل ليه ويعزم ليه ولما يكون مش عالي الامتحانات وهكذا أنا بالنسبة لي في تجارب بعضها يعني بعضها مهم لأنها فعلا تدرسبت صحيح وأنا عمري عشر سنين كان بيجي نرعاف من الأنفش اللي يسار كل سنة صحيح مع صف وكل ما يجي ما في الأهلي بيزعله ولا بيخافه ولا أنا بخاف الصيف جاء بس بخدت ليه راسي تحد وكبه فيه موية لحد ما الرعافي يجي فوق وانتهت القصة ده العلاج أيوة في واحدة من السنوات وأنا جاءتني هنا ده أبو قال لي يا أخي أنا ماشي على عشي على السوق عوض رحمة ده كان مقوي في السوق وكان في نفس الوقت واحد من شيوخ القادرية ومن من المغنيين في الذكر صوته جميل جدا جدا ومن ناس مشهورين يعني مادح لكن مادح لكنه مشهور بوصفاته لعلاج الرعاف مقوي في السوق مشيت معاه وأنا ماشي على المدرسة أنا قريبت الأولية في بخطروضة والابتدائي في الدوامة الريفية ودي كلها بالمناسبة لاهمية بعدين لأن فيها مرات حتى نغاش كان مع عبدالله على الإبراهيم في بخطروضة ومشاكلة مع التعليم والاستعمار وكذا فأنا مشهور على الريفية السوق في النص بيننا وبين بيتنا مشهورين الشغعة أو الرحمة دعني في الواطة جاب موية مسعى على جبهتي جاب قلم كوبيا الكوبيا دي ده القلم اللي بيكتبوا بيهو الملابس بيحت الناس اللي بيجوا عشان يغسلوها عشان كله زول يعرف اسم الزو السيدة الهدوم فكتب آيات بالقرآن في نايدا وغسل وقال ليه يمشي وكان ده آخر عهدي بالرعاف ما يجيك تاني اطلاغا إلى الآن وإلى يوم يبعثون ما حيكون عند تبسير لهذه الظاهرة هل فعلا كانت حاجة كان حتى اساسا حيقيف ودي كانت بس مصادفة ولا كان ليه علاقة بيدي ما عندي لكنها انت أمين لشنو لا أدري لا أدري لا أدري فعلا لأنه في أشياء كذيرة جدا ما مفسرة لا لا ما مفسرة ودي واحدة من من الجماليات الطب الشعبي طيب شوء أشياء انت الآن تشغل منصب مدير جامعة ابن سينة نعم مش كده لكن اللي بيتابع سيرتك الذاتية بيلغى أنه الشغل لك الشاغل في البحث العلاقة ما بين الطب الحقل الطبي والانتوربولوجي والسيسيولوجي وطبيعة المجتمعات والظاهرة ومحارفتهم مع بعض ده جوهر مشروعك أنا ما مخطئ ده جوهر مشروعك الرئيس وفي ذلك أنت اجتلينا المؤلفات دي وبرضو ما يميزك بروفيسور الكتابة باللغتين أنت بتكتب بالانجليزية وبتكتب بالعربية ممكن تطالب يعني بتكتب باللغتين أنا الآن لما جاء عاين اللي جوهر مشروع التوثيق للتراث الطبي في السودان أنت شعرت بأنه في حاجة للتوثيق نعم وعندنا فراغات نعم وبرضو كذي ورديني برضو 200 بدأ الانشغال انشغال التوسق للتراث الطبي في السودان الانشغال بدأ بعد الكتابة اللي عملت ده بتاع واحدة التبحاث السودان في الثلاثة سنوات الأخيرة في كلية الطب تتلمست على بروفيسور التجان الماحي التجان الماحي بعد ما جاء من إسكندرية كان ممثل الطب الطب النفسي في مكتب الصحة العالمية في إسكندرية جاء الخرطوم وكان عضو في مجلس السيادة بعد ما انتهى من الاتنين ديل جامعة الحرطوم عرض عليه ان يكون بروفيسور يملأ كرثي الأستاذية في الجامعة ولأول مرة يعملوا قسم للطب نفسي التجان الماحي في الزمن داك اللي هو حوالي 68 أو 67 68 طريبا أنا كنت في السنوات النهائية في الكلية من أول يوم استرجحت 30 سنة اللي وراء لما أنا لقيت التجان الماحي في بيته وبالتالي الآن تعرفت عليه عن قرب في الثلاثة سنوات الأخيرة توفي التجان الماحي في يناير 1970 نعم في المستشفى الخرطوم وفي المستشفى المستشفى المدني اللي هو في من نحن المستشفى الجديد ثلاثة سنوات أنا مع التجان الماحي يوميا بشير كتبه للعربية من العربية بنزل في بيته بقعد معه في بيته بخدم معه الناس الداخلين والمارقين وبستمع لما توفي سنة السبعين أنا كنت على تخرج فعلا استغربت لكمية الكلام اللي كتب عن التجان الماحي كمية رهيبة جدا من الكلام الجميل و مقالات رنانة لكن ما لكت التجان الماحي فيها انبهار بهذه الشخصية العظيمة وفعلا كان هو راجل مبهر وكنت أنا على علم ببعض مشوراته وبعضها سوته بنفسه معه كنت بكتب الحياة اللي بعملها فقعدت من سنة السبعين إلى سنة الثمانين عشرة سنوات بجمح في التراث بتاعه طيب على ذكرى العشرة سنوات اللي انت خصصتهم لدراسة جان الماحي أنا عاوز أقول برضو نحن نخصص واحدة من حلقات الوراق نعم في سلسلتنا معك الحديث فقط على الظاهرة جميل فروفيسرة جان الماحي جميل والله اسمح لي أن أطلع فاصل فروفيسر نحن نعود في هذا الفاصل لشاهد فقرة وراق الأسبوع كونوا معنا بعد هذا الفاصل جراهام جرين القوة والمجد ولد الروائي والصحفي الإنجليزي هنري جراهام جرين في الثاني من أكتوبر سنة 1904 بسانت جون هاوس ويعد من أعظم الكتاب القرن العشرين وقرين اشتقل على قضايا سياسية واجتماعية كانت محل نقاش ومخاصمات في عصره تصف أعماله بأنها نسيج من جدل أدبي يناقش عبره أسئلة المجتمع والدين والحضار عمل محررا بجريدة التايمز اللندنية وقبلها في مجلة نوتينجهام وقد كتب أكثر من خمسين وعشرين رواية كما أن روايته قطار اسطنبول والتي نسير سنة 1932 قد نالت شهرة واسعة وأحداث الرواية كلها تقع في قطار الشرق السريع وكانت عمل رواية مختلفا في ذلك الوقت إذ معها باتت لرواية البوليسية سوقها الأدبي وقراءها المعتمدين كانت أول رواية لجريد هي الرجل من الداخل سنة 1929 وقد استقبلت بشكل جيد ما دفعه لترك مهنة الصحافة والتفرق للكتابة وفي الخمسينيات من القرن الماضي بات اسم جراهام جرين يتردد في الصحافة الأدبية الأوروبية ككاتب له جمهور عريض وتجد أعماله الاحترام اللائقة بها ولأن أعمال جرين تتخذ من حرية الفرد همها الأكبر فقد منح جائزة القدس سنة 1981 وهي جائزة تمنح للأقلام المدافعة عن حرية الإنسان في الاعتقاد والممارسة جرين ظل مخلصا لمشروعه الروائي وقد جمعته صداقة بالممثل الكوميدي تشاريت شابلين وظل صديقين لفترة طويلة وأثناء إقامته في السويسرا كان همه يتركز حول دور الدين في حياة الإنسان ولأن بعض أعماله وصفت بمعادة الكنيسة الكاثوليكية ورفض فكرة التعميد ودور القساوزة فإنه عاد مرة أخرى ليتصالح مع دور الكنيسة في المجتمع ليحصل على وسام الاستحقاغ البريطاني سنة 1986 في العام 1991 توفي جراهام جريم بسبب اللوكيميا وهو يبلغ من العمر 86 عاما من أعماله ساحة المعركة بريطانيا التي صنعتني رحلة بلا خرائط الكلمة الأخيرة مرحبا بكم مرة أخرى لازمنا في الوراق في هذه الحلقات هذه السلسلة التي نخصصها لمناقشة مشروع الفروفيسر أحمد الصافي مشروعه المتمثل في كتبه الحكيم وكلمني بلغة أفهمة والطبيبة القدوة وأيضا حديث سيكون مفصل عن الراحل البروفيسر التياني المحلي بروف مرحبا بك مرة أخرى شكرا قبل الفاصل أنا كنت أسأل أنه 200 بدأت انشغالك بمسألة التوسيق للتراسي الطبي في السودان وذكرت لي مرافقتك للبروفيسر التياني المحلي نعم نحن نطرع نقصص نقاش مفصل عن التياني المحلي لكن يجب أن يطرح سؤال موضوعي في هذا السياق يعني لما نقول طيب تقليدي ماذا نقصد؟ أرجع لحيطة صغيرة مع تجاني الماحلي لما كنت بأعمل في توسق في التراز ده اتضح لي أيضا خلوة ساحة من أي كتابة عن أي شخص بما فيه الشخص ذاته ما قاعد يكتب عن نفسه وعلى رأسه ما تجاني الماحلي وحتى هذه اللحظة قليلين جدا اللي بيوسقوا ل في ضعف في التوسيق طبعا في التوسيق للنفس صحيح ساقب سؤالي كلها كده جميل فشعرت بأنه فعلا فيه خواء فضاء كبير وبالتالي بدأت أبتدي أجمع في المعلومات وأبتدي هنا ده والحمد لله الآن فيه عدد كبير جدا من المؤلفات لكن ما عدت جاني الماحي وأنا شغال معاه أو في هنا ده أول مقال علمي أو الدعي أنه علمي يعني بمعنى أنه نشر في مجلة علمية كان في مجلة اسمها الحكيم والمجلة دي نفسها أنا كنت مدتر لها مرتين دورتين متتاليتين في سنة ستة وستين سبعة وستين وثمانية وستين لكن فيجا معدر خرطوب لكن لكن جملي ما أدق دي أتيجان ما حيطلب مني أنه نتب مغال مع بعض خير ولا استغير وأستاذ كبير طواضع طواضعه بعدين فيه نوع من الإرشاد ونوع من التحفيز قال لي نكتب مغال وقلت له نعم المغال شنو قال لي نبحث لي ونشتغل عن الميلارية بين العلم والأساطير يا سلام وكتبنا الموضع المغال ده ونشر في مجلة الحكيم الحتة دي أنا أكبرتها جدا طبعا وقسرت الحاجز بتاع الكتابة لكن خلتني أدخل أيضا في الحتة بتاعة التوسيغ التوسيغة الطب الشعبي لأنه لقيت التجاني الماحي من سنة 35 لحد 68 كان بيجمع في مشايخ الزار وأزياء الزار وخيوط الزار والأمراض التي تصيب بالزار والفرق بين الزار وبين الجن حسب الله إلا كان متصالح مع ظهرت الزار دي مش بعلاكة دجل وشعوزة وكذا يعني وهذا نشر فيه كتاب اللي اسمه الزار والطنبرة في السودان دراسة تاريخية اجتماعية نفسية وطبية يحتوي على تحقيق عملين رائدين للدكتورة دي أنا الماحي نشر هذا الشغل بعضه في جريد السودان الجديد في الزمن داك طيب قلت لي من اللحظة دي بدأ انشغالك أو انصرفت شفت أنه ما في توسيق ما في توسيق فقاليت أنك لازم تشتغل على هذا دي واحدة التوسيق العام والتوسيق في ما يخص الطب الشعبي نفسه الطب الشعبي إلى الزمن داكا التجاني الماحي نفسه كأنه كان بيؤزم في مالطة ما في حد ذاته بيفتكر أنه في مشروع من النوع دا الناس يتمشي فيه رغم أنه التجاني الماحي أول ما جاء عمل أول عيادة في أمضوام في مضبان مش هم ضوامبان هم ضبان في الوقت ذات مع الشيخ الخليفة مع الخليفة يسموت بدور قرية علاجية قرية علاجية والعلاجية دي بيحول لها منها للخليفة والخليفة بيحول لها في العيادة دي لكن عنده قناعة بالدور الاجتماعي الشعبي عيادة عيادة وعندها موظفين وعندها شغالة ودي جا واحد زميله زميلة تجاني الماحي كان معه في كلية في محهد الطب النفسي في لندن اسمه أديو لامبو أديو لامبو ده كان الدبيوتي في أخيرا بقى الدبيوتي بريزيدنت بتاع الدبيويتشو في جينيبا هو ناجيري ويجاب الزمالة أو الدبلومة بتاعت الطب النفسي بعد تجاني الماحي وبالتالي تجاني الماحي كان أبو الطب النفسي في السودان وأفريقيا لأنه أول لا ما عاوزين نحرق كل التفاصيل عن تجاني الماحي لا معلش لكن المهم فيها شنو أنه أديو لامبو جاه وقعد مع التجاني الماحي وأزاره بعد ما أخذ الدبلومة قعد معه في بحري ستة شهور وشال التجربة بتاع طمضوبان أو طمضوبان ومشى زراعة في قرية اسمها أرو في أبيوكوتة في ناجيريا والتجربة نجحت لدرجة إنها أصبحت نوالي جامعة ولمدينة يعني أنت عاوز تقول أن تجاني الماحي كان بيفتكر أنه يعني الطب الشعبي أو البلدي أو التقليدي يساهم مساهمة حقيقية أو يدخل في مصالحة مع الطب الحداسي الجديد ما في شك في الحتة دي يعني مش في فرق مش في قطيعة ومش التجاني الماحي وحده إنما لما أديو لامبو أخذ زرعة في ناجيريا طبقت في ستين دولة أخرى من دول العالم التاليس تجربة التجاني الماحي تجربة التجاني الماحي وما كلام نظري أثبت ابن أديو لامبو في كتابات علمية في ستين دولة ما عاد السودان لأنها انتهت وانهارت في السودان طيب الأطباء الأعمق فهم للمهنة وللثقافة بتاعة مجتمعه والأكثر وعي ببيئتهم وأحوال أهلهم يلفت أو ما يلفت الانتباه في الكتاب أنك تحدثت عن ما يسمى بزيادة الكفاءة الثقافية للطبيب كذب الله يفصل لنا المصطلح ده شنو المقصود بالكفاءة الثقافية طيب من الأشياء العجيبة أنه نحن نتكلم عن الكفاءة الثقافية رغم أنه عايشين البيئة دي نفسها طيب في أوروبا عموماً الآن فيما يعرف بالدبارتمنتز في المستشفيات وفي الجامعات اسمها الكفاءة الكمبيتنز بمعنى أنه الآن لما يجي أفواج من النازحين ولا المهاجرين من المارتينيك ولا من الفلبين داخلين على أمريكا لا يعرفوا اللغة الإنجليزية ولا الفلبين عارف ثقافة إذن لازم تكون عندك طريقة استعداد عشان استعداد ليهم الآن يدرس هذا العلم في الجامعات لأي مجتمع ملتي أثنيك متعدد الثقافات مع الثنيات الديانات اللغات لازم تكون مستعدة له إلا إذا كان ما دير تكون جاد في معاملتك مع المريض لأنه عشان تفهم المريض للمشكلة طيب هل السودان متعدد للأثنيات هل السودان متعدد للغات نعم نعم نحن كله ده متعدد لكن هل نعرف هل يعرف الأطباء بتاعنا الآن لو قاعد قدامه سيدة من الشلك مثلا لابس اللاو وما عندها لا بتعرف عربي ولا إنجليزي ولا عندها دين مثلا هل بتعرف تتفهم معها ولو دارتها تتعاليجها كيف وإنت أصلا غير ملين بطبيعة وجود الحضار إزاحته ثقافية يمين دي واحدة دي واحدة الحاجة التانية كيف الطبيب بيقدر يدعامل مع بيئة اللغة بتاعته مختلفة من لغته وأمثلة بالنسبة في الكتاب أقول بدي كمية من الأمثلة لكن واحد منهم مهم للغاية في 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 تجربة بروفيسور أحمد محمد الحسن دي بارضا من الأشياء اللي ظهرت في الكتاب ده أحمد محمد الحسن مدى الله في أيامه من علماء أن يشارب لهم بالبناء في العالم كله فيما يخص الباصولوجي تربيك الباصولوجي أو علم الأمراض المداري قبل خمسة وعشرين سنة أو يزيد عمل مركز بتاع بتاع أبحاث لمرضة الليشمانية والميلاريا في مغرية اسمها اسمها دوكا في جنب القضارف قضارف نعم ولما مشى ما لقى لا في ناس جنبها ولا في يعني محلة فضة طيب وأستس فيها الآن قامت فيها حضارة أو في الحياة الصغافة كاملة لما مشى قام أهل أهل البلد قدوه أكرموه بقطية وناموسية وعنقريب لما يجي لما يدخل القطية ودخل الناموسية يفتكر إنه الناموسية هي معمولة عشان الحماية من البعوض والزبابة الرملية لقى إنه الناموسية مرتفعة من العنقريب حوالي قدم فاتحة قال له يا أخوانا لكني ما مرتفع قال له يا دكتور الناموسية ما للديل ما للبعوض لا ديل الدبايب اللي بتقع من راس القطية يعني دقاء الدبايب ومعروف والإدريد إنه الناس بتحتاطناها بالناموسية مستعد لها فقال شدت الناموسية بتاعتي والعنقريب طلحت برة في الخالة ساكت قعدت هنا قنمتها أهمية الكلان ده وين إنه الدبايب دي معروفة بالإسم ومعروف الفتك بتاعه مثلا لما يقول ليك فلان عضاه الدقر هل طبيبنا تعرف الدقر بعرف الدقر وهل عارف هل هو هيموتوكسيك بيصيب الجهاز الدموي ونسبة سميت وشنوكسيك ونسبة ستميت وشنوكسيك طيب دي واحدة من فوائد معرفة الثقافة تعرف وده هنا في الكتاب في قائمة كاملة بأسماء بأسماء السعابين ده ما قاموس العمية الطبية في السنة وغموس كامل عن أنا عشان أدخل أكثر وده كلام غاية في الأهمية الآن بروفيسور تقول أنه لا يكتفي الطبيب فقط ولعله مش الطبيب بس أي صاحب حرفة بأنه يعني بالمهنية اللي هو درسه هو محتاج أن يكون جزء من المجتمع بتاعه وفاهم طبيعي عشان يكون أكثر فاعلية وده أمري غاية في الأهمية أنا لما نجي ذول بيكتب عن الكفاءة الثقافية للطبيب يعني فيما يعني أنه تلمس أو وجد غياب هذه الكفاءة هل فعلا الحكم ده سليم في الطبيب السوداني يعني طيب سليم ما في عمومه لكن في أغلب الأشياء لما بالسبب في أشياء فيهن لكن بالنسبة لي الله الغياب وين الغياب لما يكون هذا الفهم غير موجود في التعليم الطبي غاية في المناهج نفسها في المناهج نفسها وبالتالي المسكين الولد ده ولا البيت بيدرس الطبي حيعرف من وين بالمناسبة لما نتكلم نحن الآن عن الطب لا نتكلم عن الأطباء تكلم عن مش نوعه؟ الأطباء والصيادة وأطباء الإسنان والممرضين والفنيين والضايات كل الحقل ده مقدمي الخدمة الطبية ديل هنا الطبيب لأنه الشغل في فريق هو المهم وتتطلب أنه كلهم يمتلكوا الكفاءة السقاطية دي بنفس الممرض قبل الطبيب لأنهم كلهم جوز من عملية واحدة بالضبط كي ديل الآن هن الهدف بتاعنا على أساس أنه يكونوا أكثر وعيا وعيا ببيئتهم يكونوا عارفين البيئة ليفها شنو الدبايب والعجارب مش أما براها لكن تخيل في حلة من حلال السودان البعيدة طيب مرى عمرها 80 سنة ولا 70 سنة هل بتفترض إنها عارفة نوفمبر ويناير ودسمبر لا طيب لو دار تعرف منها الزمن عشان تحدد بيتين حتلدي أو قطع تعرف ثقافتها تعرف الشهور السودانية أيها السودانية هل هل استخدمها تستخدمها هل السودانيين هل في كلياتنا ورناهم الكاليندر السودانية لا الكرامات وسائج الكرامات والتيمان هل لا طيب والتقوين المرتبط بالزراعة في بعض قليل السودان كلها العينات والموع هل ورناهم لا هل القصة دي مهمة ولا ما مهمة دي الغربة ولا شنو بعض منها الغربة الثقافية والغربة الجسدية بقصد أنه إنه من لم يتلقى هذا النوع من التعليم بطبيعة الحال يخرج إلى المجتمع فيصبح غريب عنه حقيقة دي النتيجة والهدف الآن هو أن نزرع في الكليات دي أو أنه نجسر الفجوة ما بين المجتمع بين الطب والإنسانيات أولا يميلت والإنسانيات لأنه حنجي نتكلم أنت عملت حاجة مهمة سميت العقد الاجتماعي بين الطبيب أيوة والمريض والمجتمع نعم وده عقدي برضه يعني النقاش فيه محتاج تفاصيل لكن قبله في الكتاب برضه تحدثت بروفيسور عما سميته صحة السودان عبر القرون نعم وما السودانيين نعم صحة السودان نعم برضه المصطلع عنده بالله شنو صحة عبر القرون دي طيب خدت نفس كده لا لا خدت نفس فعلا هو نفس طويل بالسبب بسيط جدا جدا لأنه الزولة اللي داير يبحث في التراث عموما لازم يعرف هو واقف على شنو واقف وين إذا عرفنا طيب في حوالي سنة ستة وسبعين دكتور صبح الحكيم من عائلة أهل الحكيم في السودان نعم أوضع في دار الوسائق القومية في الوقت داك اللي كان اسمه لما كان موسيقى محمد ابراهيم أبو سليم وسائق المركزية المركزية أداهم مخطوطات قال لهم دية مهمة جدا جدا بتوري تاريخ الطب في السودان لأنها دية جبتها من مكتبة جدة وجده اسمه كان أحمد يوسف الهاهياوي من أعمال الشرقية في هاهيا في مصر في مصر ودجا حوالي 1900 1830 وهو الأنشاء مستشفى بربر طيب وأخوه يوسف مشى وأنشاء مستشفى كسلة طيب مشيت طوالي دار الوسائق قلت لهم كدوا وروني الكلام ده سنة 76 قلت لهم وروني الوسائق لي وروني لها أدوني الوسائق لقيت أنه المختصر بتاع الصيوطي الطب في الرحمة الرحمة في الطب والحكمة اليوم الصيوطي اليوم الصيوطي المصري إذن وده كل جابة بيفتكر إنها دي التكسبوك وده فعلا التكسبوك يعني لحد منتصف التمانينات في 1850 وخلاف لحد إلى إلى أن صغطت الحرطوم على يد كاتشنر إلى الوقت داك الطب هو كان الطب الشعبي يعني السودان يعتمد على الطب الشعبي في طول عمره ده ولسه ولسه طيب على لسه دي أنا حط لحفظ نطلع فلننا نخرج لهذا الفاصل وهذا النقاش المفيد الممتع جدا مع أستاذنا بروفيسر أحمد الصافي في هذا الفاصل مشاهد كتاب الوراق كونوا معك كتاب الوراق عنوان الكتاب الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري المؤلف دكتور طه عبد الرحمن الناشر المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب الطبعة الثانية عام 2009 في هذا الكتاب الدكتور طه عبد الرحمن من المفكرين المغاربة أصحاب الإنتاج الغزير في الثقافة العربية الإسلامية والرجل صاحب مشروع كبير في سبيل صد الهجمة المعرفية التي وضعت على الحضارة العربية في امتحانها الصعب وهو كيف يمكن لها أن تؤسس مرجعية ثقافية تخصها وعبرها تجري حوارا مع أمهات القضايا الكونية مثل العولمة والحرية وقضية الدين يأتي كتابه هذا امتدادا لمؤلفاته العديدة ويقع في 319 صفحة ويجتمل على سلاسة أبواب وثمانية فصول يناقش في الباب الأول قضية الواقع الكوني والنقد الإيماني وفي ذلك يخوض تجربة إعادة بناء لجملة القيم العالمية فطراه يعرض لخصائص التعددية القيمية وظروفها وطرق تقييم التعددية القيمية ويقول الدكتور طاها بوجود أربعة مفاسد ثقافية هي التي تهدد القيم العربية الإسلامية وهي الاستدباع والتخريب والتنميط والتلبيس في الباب الثاني بالعنوان الواقع الكوني والنقد الأخلاقي ويحتوي على الاختلاف الفكري ووقاحة الاستعلاء وفيه حديث عن مبادئ حفظ الاختلاف الفكري وهما مبدأ التسامح ومبدأ الاعتراف في الباب الثالث تفعيل الإيمان وتأصيل الأخلاق فصول هذا الباب تؤسس لإجراء معايرة بين قضايا عدة منها قضية تأصيل الأخلاق ومعايير التخلق وأيضا أركان الجهاد العام وما يسميه بالوظيفة الإحسانية للجهاد في خاتمة الكتاب يقدم المؤلف دفوعه الاعتراضية حول أخلاقية الجواب الإسلامي ومسلمات هذا الجواب هذا كتاب لا غنى عنه في مسألة الحوار بين الثقافات وأسس المرجعية العربية الإسلامية التي يعمل المؤلف على تصديرها وبيان جدوها بل وضرورة الأخذي بها مرحبا بكم مرة أخرى لازلنا في الوراق مع البروفيسور أحمد الصافي نناقش هذا المشروع الكبير مشروع الحكيم هذا المشروع الذي يستغل عليه البروفيسور منذ أن كان طالبا في تعمل الخرطوم وهو مشروع يعني يعيد أو لنقول المصالحة ما بين الذاكرة الشعبية وما بين هذه الحداثة المتمثلة في مهنة الطيب فروفيسور مرحبا بك مرة أخرى شكرا وأنا متشرف جدا بحضورك معاي شكرا قلت لي مسألة فتشت الوسائق اللي هي اللي جيتها في النهاية بتاعت الصوت طيب إذن إلى 1900 وقبل يعني وإلى أن صغطت الخرطوم على يد كتشينر الطب بتاعنا اللي كان بيمارس رغم أنه ما كان على قدر حاله كان عبارة عن طيب شعبي طيب الطب الغربي نفسه داخل كبيرين الطب الغربي وإذا عرفنا أن الطب الغربي الحداثي اليرثومي الممني على مرض الخلية ما حصل فيه بريكسرو إلا بعد الحرب العالمية التانية الاكتشابات كلها جات بعد الحرب العالمية التانية بالذات البينيسيلين أيها والتتراسايكلينز والسيلفونمايدز الأدوية اللي بيقت فعلا غيرت وجه الطب كلها في حوالي قول 1950 وإنت جاي يعني بعد دخول الإنجليز قرابة الأربعين عام مثلا على سنة الطب الجد أجد وحتى الأمراض التانية حتى الأدوية التانية حتى الإنجليز لم يعملوا شنو بيعاجوا برضو بيطروا بداية نعم أديك مثال آخر 1917 في مستشفى الخرطوم كان في طبيب اسمه جاك براين جاك كريستفرسون إنجليزي إنجليزي طيب رجل مشهول جدا جدا في تاريخ الدنيا أول علاج لمرض البلهارزيا بما يعرف بالتارتر بـ Sodium Antimonitartrate أو الترتير المغي أول دواء يطلع من مستشفى الخرطوم من عمبر أربعجي في 1917 لمرض البلهارزيا في العالم أول مرة يطلع من السودان طيب قبل إذا كان في شنو قبل 1917 معنا ما كان في ما كان في وإلى الوقت داك لا في علاج للشمانية ولا للماليريا ولا الأنكسر كل الأمراض ما كان فيها علاج يعني الاعتماد كان عن الطب الشعبي هذا الطب الشعبي وكان فعال يا بروف بيشتغل يعني بعالج بيات المنطق بمنطق إنه لم ننقرض انقرضنا نحن كأمة أنت ذكرت في الكتاب إنك تعرضت للرحال الأجانب بزار السودان في القرن السابع عشر والثامن عشر وكتبت عن ملاحظات حول الأمراض اللي هم شافوها بالله بالله برضو جاني مهم شنون أمراض اللي كانت متوفرة كثيرة أو كانت كثيرة كلها أمراض عادية السيفليس اللي هو الأمراض التناسلية والحميات والإسهالات والجدري والحصبة و فقط دي كانت يعني الرحالة شافوا أنه دي كانت أمراض منتشرة منتشرة وكان بتتعالج يعني كان بتتلاقي لا علاج شعبي بتتعالج بالطرق الشعبية لكن بعضها قد لا يكون حاتم محتاج لعلاج تدسل أنت ذاتك ما علاجك بالكتابة بالكتابة ساكل في الجوها يعني طيب لكن العلاج هنا مثلا الجدري والأشياء دي كلها حتى الآن ما عندها علاجات إلا عندها تحصين عرفوا برضو في الطب الشعبي عرفوا كيف يحصنوا الناس ضد الجدري ومعروف وهذه مكتوب فيها كمية شابتر كامل في الكتاب ده عن التضعيم ضد الجدري بطرق البلدية هي التسمي دي نفسها بتستبطن حاجة لما نقول تقليدي وبلدي وشعبي بتستبطن أن تخدت الأمر ده في موقع أدنى من الحديث وده ما خطوه أهله الممارسين نفسهم ما سموا كده ولا سموه حتى صحيح بيعاجوا بيقعدوا الحاجة الثانية ودي كل أدية دي لدينا المناظرين يعني أنت بتهفع معي أن الدلالة تستطي موضع معي يعني يكون وجود أنه أقل لكن لكن عشان نكون كمان فرع على الخطو وضعوه الدبلية شوه لما بدت التعريفات دي بدون صحة العالمية حاول يعرفوا الطب الشعبي على أساس أنه كل ما توارسناه أبا عن جد شفاها تنقو كتابة بدون أي نوع من التنظير التنظير أو لا بدون أي نوع من الإفدنس غير التجربة الدليل كان على التجرب فقط الدليل كان على التجربة وبالتالي حال التجربة تقبل الآن كدليل على نجاعة الشيء بتقبل بعض الحيان لكن بالنسبة للطب الحداثي رفض رفض التجربة وقفل الباب رغم أنه حتى الآن أدويتنا الأساسية اللي فيها بريئة فيها اختراغات جاية من الطب الشعبي أديك مثال بسيط جدا جدا وأغلب الناس يكونوا عارفينه الآن طيب الميلاريا ما عادت ما منقدر ما بتستجيب للأمراء الأدوية العادية لك الزمان حتى الكوينين ذاته أصبح الآن في مشكلة الكوينين الحياة لكن الأدوية العادية كان انتهت الآن بتعالج بما يعرف بالأرتميزيا أرتميزينين اللي هو بيستخرج من نبات صيني اسمه أرتميزيا أنوى ده اسمه النبات التسمي ده اسمه النبات العلمي الباينومي اللي بتاعه انا دبتو لهذه برضو شنو تكلمني بلغة أفهمة يعني بلغة أفهمة نعم لكن يعني في حتة ما بتقدر ما بتقدر علاية ده الإستسيمة سموه عبدالله عبدالرحيم طيب ما أغير له كبين لكن المهم في الحتة شنو انو هذا اللبات من فصيلة الشيح الشيح المعروف عندنا طيب لين احنا ما يكون عندنا الشيح بتاعنا ممكن استخدموا لعلاج لا ليه ونحنا عارفين انو في أغلب الأشياء انو ما ربنا ما خلق ما يأدى عمل يابداء لا بدون دواء الا له دواء صحيح في البيئة صحيح طبعا ده نوع من التعسف لكن نخلينا الخطة دي كنوع من الافتراض هل كان من المفترض انو نحنا نركز على البيئة بتاعتنا ونشوف أدويتنا دي طيب عندنا الخلة بتستعمل بكسرة في توسيع الحالب عشان يطلع الحصوات البيئة الحالب الخلة والآن مصنع ودينا خلين وحبوب عندنا الحلبة ان كل ما دي كلها تدخل بال في الطب الشعب وهي في التصنيف الشعبية لكن ما تدخل في العلاج الحديث تدخل في العلاج الحديث وممكن تدخل في العلاج الحديث طيب الآن الفارماكوبية البريطانية والأمريكية 25% من الأدوية بتاعتهم جاي من النباتات الطبيعة طيب في كتابك وده توسيق غاية في الأهمية انت حقيقة اتبعت صحة السودان لأنه مثلا تحدثت في صفحة 90 عن الصحة في السودان القديم وبعد ذلك الصحة في القرن الثامن عشر وهنا اتعرضت للرحالة اللي زار السودان ده تيودور كروم اللي جات في زمن سنار ومن بعد ذلك اتكلمت عن بروس وبرضو كان زار في 1794 ويتكلم بروس اللي كان جاي من الحبشة انه لما نوصل شندي وكردفان وقدم لها وصف وقال انه مرضى الدودة الغينية كان متفشيا وقلت انه وصفه وصف صحيح وانا ديسونتاريا البلودفلكس كانت برضو تأتي مصحوب نعمة الحمية ده برضو ولاية توسيق نوعية الأمراض اللي كان بيعلجوها جيت في فصلة المهدية يا بروفيسور وقلت في الباب اللي هو الصحة في بداية المهدية في صفحة 110 انه قضى حصار الخرطوم على الخدمات الطبية الموجودة في المدينة على قلتها واستهلك الناس كل الادوية والغذاء وفي العام 1888 يعني قبل السقوط مدة وجيزة يعني اجتاحت البلاد مجاعة عرفت بمجاعة سنة 6 اللي هي مشهورة يعني وقلت ان المجاعة دي لما وصف وينسونت شيرشيل انه الاوباء كانت الجدري والحزبة والكوليرا وفي حاجة مهمة حول موت محمد أحمد المهدي نعم اختلفت الروايات مهدي مات بيأته مرض نعم المهدي مات بيأته مرض لا يمكن نأكد القصة دي اطلاقا طيب لكن عندنا روايات طيب طيب ما حاجة مجتمعهم يعني وده خلينا نضرب عصفورين بحجر واحد طيب نكلمون عن محمد أحمد المهدي محمد أحمد عبدالله 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 الامام المهدي ونكلمون عن اهمته ولما نجي نكلمون عن الامراض اللي قالوا احتمال يكون هو مات خلونا نناغش في كل واحدة فيهن ليه يمين لانه تكلموا عن لا يضرب تمارين السقافية وما بين الطب ده 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 جوهر المشروع ده مش رجوع اللي هو كيف تربط تربط العالمين الحداثي مع تقليلي تقليلي طيب تكلموا عنه حمى أي حمى قد تكون ميلاريا قد تكون كوليرا لا ما كوليرا كوليرا يبعارفينها هلا أنا فايس هل لانا عندهم كثير عندها أشياء تانية لكن تكلموا عن السيربروسباني المنجاتيس اللي هو الاستيهاب السحائي واحد طيب تكلموا عن انه قد يكون الطايفس واحد برضه من الامراض أو الطايفويد تكون لها امراض برضها قريبة لبعض وكلها اسبابه وعراضه قريبة لبعض في رواية انه سممه طيب واتكلموا عن زوجته خلانة وكده وكلامنا طيب ده في كل واحد في ديل مقال علم انه تقول للطالب والرينيل فرق شلوه بين الطايفس والطايفود والجدري والسحائي والسحائي اللي قالوا له طيب لما قالوا توفي مسموم العامة ودي جاد على رواية ناس سلاطين باشا واخرين سلاطين وفوزي وآيوة وفوزي وقالوا عشان يتأكدوا انه ما مات مسموم نتفو شعره لحياته طيب وما طلعت فيه الدول اها اذا قالوا اذا لم يموت مسمووا يعني ده دليل انه لو طلع كانت ده كلام الشعبي تتيربتهم تتيربتهم اها طيب ما هي علاقة نتفن الشعر بتأكد من السم في اليسر بتأكد من السميات والسم ويتسمل بيتكلموا عنه ده ما تفتكر مبحث كامل في البسولوجي صحيح في علم الامراض صحيح ولو وقف على تاريخ تاريخ الوعي ازاته بالامراض في الواقع اذا اذا الحتة دي انا لما قلتها على اساس انها ده المشروع بتاع كيف كيف تدخل الطب الشعبي في الطب الحديث وتدق بامثلة وده يجيبنا الحتة تانية لما قلنا لما قال علي بدري علي بدري اللي هو اول وزير صحة في السودان اول خريجي مدرسة كتشنة اول واحد من السبعة الاوائل اللي تخرجوا في مدرسة كتشنة الطبية سنة 1928 ومعه سبعة وعلي بدري بحكم انه A و B في اسمه كان اول برضو الغائمة ويبدو انه برضو كان واحد من الاشترن يبدو كده ليه ليه بقول الاشترن لانه دايما لما يقعدوا في الصورة الثلال يقعد في يمين السنتر يمين يكون الاول ويكون شمال السنتر يكون الثاني يسمال الخواجه ويمين الخواجه لا لكن الوقت دا ما كان الخواجه لمدة اربعة سنوات من بداية خمسة سنوات من بداية التخريج كان بيكون قاعد فيها احمد هاشم بي البغدادي اه ودن المحسن المشهور اللي انت تحدثت عنه طيب اذا طبيب القدوة علي بدري كان أول من أول الدفعة من أول اللي تخرجوا وكان أول وزير صحة وكان أول رئيس للمجلس الطبي السوداني لكن ده ما الموضوع الآن الموضوع أنه أستاذ كان في الباطنية اسمه هيربرت سكويرز هيربرت سكويرز ده أيضا أنفق حوالي 43 سنة في خدمة السودان في صحة حتى بعد ما طلع من هنا بعد ما كان هنا ملشا إنجلترا وكان الملحق الصغافي الملحق الطبي بتاع السفارة والكونسلطنت بتاعه فقام كتب كتاب عن سماه الصحة يعني كتجربة اجتماعية كتاب باسمه سودان هيلس سيرفيس ان اكسبرمنت ان سوشال ديفولومنت يعني تجربة في طب المجتمع كتب كتاب الكتاب ممتاز الغاية لأنه يفوتو سيق للفترة من بداية الكليه من بداية القرن الى حوالي تبانية وخمسين وقام قد علي بدري قال له عملية مقدمة له كتب له مقدمة علي بدري كتب مقدمة المقدمة بتاعه علي بدري ملم تزيد عن صفحة من الحجم الصغير لكن ذكر فيها حاجة نصة صفحة في ذكر حاجة يعني لافتة للنظر قال هيلبر ده لما كان بدريسنا يوم من اليام ساجنا من الخرطوم نعم لغرجة الإزرقاب طيب ووقف معانا جدام باب وقال لينا في البيت ده بدقوا الباب ودخلوا قال لينا في البيت ده مات الزبير باشا رحمة مهم في واحدة من أوبئة الميلاريا الميلاريا الحاجات في الوقت ذات وابتدأ يكلمون عن الميلاريا قال الكلام اللي قالوا لينا هيربرت سكوائر ذا ما زال يرن في إذني كل ما ده جيت وعشان أشخص الميلاريا كأنه قالوا ليه قبل دقائق الكلام ده أنا جبته ليه جبته على الساسمه أخدت أمثلة إنه لما تدرس درس بأمثلة حية صحيح يعني دون مجتمع نفسه أربطهم مع المجتمع أربطهم مع بعض صحيح اتنين أهمية أيضا الأستاذ يطلع من الفصول ويطلع بره صحيح والأولاد بذاتهم بيكونوا مجتمعين معهم فانوي فده واحدة من ده مهمة ده مهمة الكتاب برضو في مفردة مهمة جدا وإحنا يبدو هندخل بها الحلقة الجاية يعني نعم لأنك تتكلمت عن إحنا طبعا بنعرف في علمان الاجتماعية العقد الاجتماعي نعم كبهو معروف نعم لكن تتكلمت عن عقد آخر يجمع فيه ثلاثية الطبيب والمريض والمجتمع نعم شنو أهم ملامح هذا العقد ملامحه الأساسية إنه الطبيب يجب أن يضع مريض في قمة أولوياته وآخر أولوياته في كل وقت مهما تغيرت الظروف بالذات الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ده فيما يخص الطبيب يعني ما في هنا نوع من المفاضلات المريض أولا المريض أولا المريض أولا الزبون دائما على حق الزبون دائما ده فيما يخص طيب العقد بينه وبين الباقين أوك الثاني منه المريض بعد كده المريض المريض أيضا يكون عنده ثقة في طبيبه طيب الثالث منه المجتمع المجتمع هنا مقدم الخدمات الصحية يجب أن توفر للطبيب وللمريض البيئة المناسبة لتقديم هذه الخدمة يعني العقد ده أن يكون الطبيب يضع المريض في جوهر أو قلد أولويات نعم ما في أولوية ثانية ده بيصنع الثقة عند المريض نعم ثلاثة المجتمع يوفر البيئة بتجمع الثلاثة هذا هو العقد ده العقد والعقد ده مش في السودان في كل العالم لم يتغير ولن يتغير يوم من الأيام تتغير بس المفردات بتاعاته منطبف السودان؟ مولد؟ لا على هذه حنهي الحلقة الأولى نعم شكراً بروفيسور شكراً جزيلاً لك شكراً لك شكراً لك شكراً لك من هذه السلسلة معك وهذا العمر غزير أنا يعني وافل شكري وتقديم شكراً لك شكراً لك لك أيضاً عزيز المشاهد هذه هي الحلقة الأولى ضمن حلقات نحن نخصصها في الوراق لمناقشة مشروع الفروفيسور أحمد الصافي مشروعه الحكيم الذي حدث عن الطبيب القدوى المصالح ما بين الطب الشعبي والطب الحديث وقضايا أخرى وأيضاً عن تجربة فريدة في ظاهرتنا الاجتماعية والطبية ظاهرة الفروفيسور الراحل التياني الماحي ستكونك حلقة قادمة معه نواصل نقاشنا حول موضوع الحكيم في الختام تحياتي والفريق العامل السلام عليكم ورحمة الله تعالى ورحمة الله تعالى اشتركوا في القناة ورحمة الله تعالى